اشتركوا في القناة وقد استغرقت زيارة ميسي بضع ساعات اجرى خلالها مشاورات مع طبيبه الخاص وبعد تلك الزيارة اجرت صحيفة كوريري ديلاسيرا الايطالية مقابلة مع اخصائي التغذية الايطالي الشهير جوليانو بوزر والذي يشرف على علاج ميسي منذ ثلاث سنوات حيث كشف عن بعض اسرار علاقته بالنجم الارجنتيني وكيف ساعده على استعادة مستواه فقد استطاع جوليانو مساعدة ليونيل ميسي في التغلب على مشكلة التقيؤ التي كانت تلازمه خلال المباريات في المواسم الماضية ما ساعده بشكل كبير على استعادة مستواه وقال اخصائي التغذية كانت هناك تراكمات لمواد سمة في جسمه اكتسبها حين كان عمره 25 او 26 عام جاء الي وطلب المساعدة وبعد فحوصات وابحاث كثيرة وجدت الحل لمشكلته واضاف ميسي وجد نفسه في مفترق الطرق فقد اخبرته ان عليه ان اراد البقاء في مستوى عال والمنافسة على الكرة الذهبية ان يحدث تغييرا فالحل في تغيير نظامه الغذائي واسلوب حياته نصحته بنظام غذائي صارم اساسه المواد الطبيعية كالحبوب الكاملة الفواكه والخضروات وزيت الزيتون والبيض والاسماك الطازجة وحين بدأت النتائج تظهر ظرف الدموع في زيارته الموالية لكن على الجميع ان يعلم لا احد يتحول الى اسطورة بفضل نظام غذائي انا فقط ساعدته في التغلب على مشكلة والحفاظ على مستواه لمدة طويلة واضاف لست ساحرا او دجالا انا اكره هذه التسميات احب ان ينظر لي كمتخصص في الطب الرياضي وقد مارست المجال لاكثر من ثلاثين عام وانا اتابع الرياضيين فانا ابحث عن اسباب المشكلة بعيدا عن الاعراض واعمل على علاجها جوليانو الذي سبق له العمل مع اودينيزي وباليرمو يعتبر من ابرز اطباء التغذية في العالم ويشرف على علاج العديد من الرياضيين البارزين وقد اعتاد نجم برشلونة على زيارته لاخصائي التغذية الايطالي سنويا حيث عاد الى البندقية نهاية الشهر الماضي لاجل اجراء بعض الفحوصات واخذ نظامه الغذائي الجديد للسنة المقبلة بهدف الحفاظ على افضل لايقة بدنية وقلت اصابات ليونيل ميسي بشكل ملحوظ خلال السنة الماضية بعد اتباعه لنظام بوزر الغذائي حيث ان اسلوب التغذية لديه علاقة مباشرة في تجنب الاصابات العضلية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر